اهلا بكم حلقة جديدة النهاردة فيديو بديد وهنتكلم فيه عن برج الميزان واهم النصائح والتوقعات لبرج الميزان لشهر يناير 2021 اخترت برج الميزان لانه من الابراج الاكتر والاعلى نسبة مشاهدة في شهر اللي فات وعشان كده زي ما قلتلكم انا باخد دائما الترتيب من الابراج اللي بتعمل نسبة مشاهدة عالية علشان بحس ان عندي ناس او متابعين كتير في الابراج دي طيب برج الميزان اول حاجة خلينا اقول ان انت من الابراج الاكتر حظا في عام 2021 بس ممكن يكون اول شهرين فيه شوية سترس او شوية ضغوطات تحديات يعني الدنيا ما تبقاش ماشي اوي زي ما انت عايزها مش بيرفكت اوي شوية ضغوطات شوية تحديات شوية مشاكل بس انت ممشي الدنيا يعني ممشي الدنيا عندك شوية برضو ممكن تكون طاقة قلق او حيرة يعني اكتر الطاقات المساطرة على برج الميزان فوترة دي قلق او حيرة ليها علاقة بحاجة مادية او حاجة مشروع جديد بتعمله ممكن تكون بادي حاجة جديدة يعني قلقان وخيف من الفيدباك او ردة الفعل عن الحاجة الجديدة اللي انت بتعملها فشايف عندكو شوية قلق شوية خيرة هو برج الميزان الشهر ده لو هقدرها اطلق عليه اسمها سميه شهر الحيرة لان انت محتار ما بين حاجات كتير جدا يا برج الميزان طيب الحاجة التانية برج الميزان ان عاطفين كمان عندك خيرة ما بين شخصين يعني برج الميزان في شهر يناير هيبقى عنده شخص جديد قادم من حياته حتى لو مرتبط حتى لو مرتبط يعني البرج الميزان في شهر هناير عنده طرف تالت يا اما من ناحيته يا اما من ناحية الشخص اللي هو مرتبط به فيه شخص بيا اما بيتقرب من برج الميزان وعايز يقرب منه وعايز يكون حواليه او بيتقرب من شخص قريب من برج يعني البارتنر بتاع برج الميزان يعني يا اما الشخص ده بيقرب منك انت يا اما بالقرب من البارتنر بتاعك بس للأسف ممكن يكون فيه طرف تالت شايف الفترة دي مبينك ومبين الشريك للناس المتبطين في شد وجذب يعني في نقاشات حدة في ديبيت في مثلا خنائة يعني او ناس عدم توافق ما بينك ومبين بعض ودي حاجة مضايقات يعني او خلاك متوتر شوية ممكن يكون عندك مشاكل مع العيلة برضو دي حاجة برضو ممكن تكون مسابيالك مساببالك ألا يعني خنائة عائلية عدم استقرار عائلي ناس كأنك عندك خنائة ممكن برضو حد من العيلة يكون تعبان ومسلا انت المسؤول عن علاج وفديه برضو خلي بالك منها يا برج الميزان او حد قريب منك او حد صديق لك يكون تعبان او عيان او مريض ودي حاجة مزع عليك او مضايقات يعني طيب اذا شايفك فيه كتير جدا عندك على شريك حياتك ممكن يكون الناس مثلا ليهم كتير على شريك حياتك متضايقين منه عيلتك اصدقائك في مشاكل ما بين شريك حياتك ما بين الناس المقربة منك ودي حاجة مضايقات يعني انت مش عارف تعمل توافق ما بينهم ودي حاجة مزع عليك طيب حبيبك يا برج الميزان هو بيحبك على فكرة وحاسس ان هو ان انت توقم روحه يعني هو الشخص اللي انت مرتبط به هو بيحبك اكتر ما انت بتحبه على فكرة يمكن انت عندك concerns عليه هو لا هو شايف ان انت هو شايف فيك حاجات كتير جدا شايفك زكي شايفك مارح شايفك لطيف شايفك كريم بس هو ده هو عنده كمان الشخص انت مرتبط به ممكن يكون عنده مشاكل في حياته عنده ضغوطات عنده مشاكل عقلية او مشاكل نفسية كمان مشاكل مادية واضح ان انتو اللي اتنين عندكم مشاكل مادية مش انت بس يا برج الميزان حبيبك او الشخص اللي انت بتحبه الشخص كمان اللي ممكن يكون موجب بيك عنده مشاكل مادية طيب الأكتر طاقة مسيطرة قلت أن أنت عندك حيرة الشهر ده وده تحدي ده سؤال الحلقة هل أنت فعلا يا بورج الميزان عندك حيرة ما بين شخصين يعني فيه شخصين أنت محتر ما بينهم ولا لأ يعني ممكن تكون أنت معجب بشخصين في نفس الوقت أو فيه شخص بادئ يتقرب منك فيه شخص مثلا أنت تكون بتشتغل معاين شخص تعرفه بدأ مثلا يعني يبقى فيه connection ما بينك وبدأتوا تتكلموا مع بعض بدأتوا يحصل فيه contact ما بينك ولا لا بدأي مثلا يديك اهتمام بدأي كده يعني بس أنا شايفة أن فيه طاقة زعل ما بينك وبين شريك حياتك الزعل ده ممكن تكون أنت السبب فيه بورج الميزان بس شريك حياتك زعلان منك ويعني حس أنت بتتجاهل أو هو كمان ممكن يبدأ تتجاهلك يعني شايفة فيه تجاهل في العلاقة إما من ناحيتك إما من ناحيته أو هو كمان حس أنت متغهر من ناحيته يعني ممكن شريك حياتك أو شخص أنت مرتبط به ممكن يجي يحكي لك او يعني يفترض لك ويقولك ان انا حس انت متغاهر من ناحيتي حس انت بطلت تحبيني زي الاول حسس ان في حد تاني حياتك هو ممكن يحس ان في تغيير من ناحيتك بس انا شايفز علان او متضاء او غضبان عنده تغضب منك يا برج الميزان شايفة كمان فيه شخص ممكن يرجع لك من الماضي لفترة دي يا برج الميزان بس انا مش بشجع على هذا الشخص القادم من الماضي بس فيه شخص ممكن يرجع لك يجي لك من الماضي يبدأ يقرب منك ويهتم بيك بس انا مش بشجع على هذا الشخص من الماضي بالعكس انا عايز اشجع الميزان ان هو ينسى الماضي ان القادم افضل بكتير يعني لو فيه حد قادم جالك من الماضي وحد جديد انا بشجعك اكتر على الشخص الجديد لان عندك opportunities وعندك فرص احسن بكتير جدا معايا برج الميزان فانا مش بشجع على اي علاقة او relation مع الماضي عايزيكو كمان يا برج الميزان تعمله استخارة لان انا شايفة بقول يعني فيه حاجة انت بحترمة بنا بشجعك انت تعمله استخارة عايزيكو انت تعملوا على الروحانياتكم يا جماعة برج الميزان برج روحاني جدا عندهم روحانيات قوية فاعملوا meditation اعملوا law of attraction قانون الجذب اعملوا تخاطر يعني لو انتوا يعني روحانيا لو انتوا حطيتوا اي حاجة في دماركو هتقدروا توصلوا لها فانا كراشا مراد بشجع برج الميزان قلبا وقالبا انت لو عايز حاجة برج الميزان او في دماغك حاجة او عايز توصل لحاجة فكر فيها كتير اعمل meditation تخيلها علشان تقوي روحانياتك اوكي يعني اهتم حتى كمان يعني اهتم روحانياتك حتى الصلاة الصلاة تعتبر نوع من انواع الروحانيات وتأذر ديانتك اي حاول انتوا تعملوا روحانيات يعني طيب مين الطاقات الابراج اللي ظهرها عند برج الميزان شايفة في طاقات ابراج مائية قوية جدا زي عقرب زي حوت زي سرطان طاقات ابراج نارية شايفة في حمل شايفة في اسد طاقات ابراج ترابية شايفة في برج الطور طاقات ابراج هوائية شايفة في دلو دولة الابراج الموجودة حواليك يا برج الميزان اول حاجة عايز اسألكو في حد بيسألني الشخص القادم في حياة برج الميزان اللي هيبدأ يعرب منه ايه مواصفاته انا شايفة نومك يكون شخص مختلف عنك ممكن يكون مختلف عنك شوية شخص انرجاتك بيحب الطاقة مرح بيحب الهزار ده مخفيف منطلق ده حتى للعزاب ممكن يكون ده الشخص القادم في حياتهم بس انت كمان عندك مشكلة بورج الميزان في شهر يناير عايزة برضو اركز فيها ثقتك في نفسك الفترة دي ممكن تكون مهزوزة شوية فعايزك تركز على ثقتك في نفسك يا بورج الميزان مش عارفة ليه حصل ميزان فترة دي مهزوز حاسس بقلت ثقة في نفسه ممكن تكون مثلا عندك مشاكل مادية فقدت جزء من فلوسك ممكن دخلت مشروع وفشالت فيه ممكن تكون سبت شغلك فانا مش عايزة بورج الميزان يكون مهزوز خالص لان ان شاء الله بإذن الله بعد اول شهرين في السنة يعني بدايتها من نص مارش ماديا وحتى نفسيا هتبقى افضل بكتير جدا جدا كمان النصيحة تانية لبورج الميزان حاولوا ان انتوا الفترة الجاية تسمعوا اكتر ما بتتكلموا ان ممكن كلام كل كتير يقعكوا في خطأ انتوا فغينا عنه فحاولوا يا بورج الميزان لفترة الجاية ان انتوا عندكوا يكون طاقة السمع اكبر ان انتوا تسمعوا احسن اكتر بكتير جدا ما تيجوا تتكلموا وبرج الميزان يحب الكلام اصلا شخص اجتماعي حاولوا تقللوا كلامكوا ويتسمعوا اكتر دي نصايح؟ احاول ان انت ترتقي حاول ان انت تقلل كلامك حاول ان انت تفكر بعقلك شوية الفترة الجاية حاول انت يعني استثمر هذه الفترة ان يكون عندك بلانز المستقبل بتاعك مش عايزك تكون مخبط يا برج الميزان لو اي ضراب حصل لك في شهر يناير انا كنت بقول في اول السنة شهر يناير وفبراير لسه ملغبط مع الميزان يعني لسه مرتبط بسنة 2020 فهذا طبيعي جدا مش عايزة زعل مش عايزة قلت ثقة مش عايزة هزة انا شايف الميزان مهزوز بالعكس اعمل حاجات اللي انت بتحبها شوف صحابك اخرج شوف الحاجات اللي انت ما كنتش بتقدر تعملها لفترة اللي فاتت علشان كنت مثلا مشغول جدا ابدأ اعملها دلوقتي لو فقدت عملك استنى شوية واهدى وفكر في بلان قوية ان انت ترجع في عمل تاني اهتم بشكلك يا برج الميزان انا شايف ان انت دايما عندك تطور مستمر في شكلك في الستايل بتاعك وفي لبسك فكيب اون انت من الناس اللي اصلا اتراكتف فهتبقى اتراكتف جدا اكتر كمان من انت اتراكتف علشان كده يا برج الميزان حاولوا يعني حاولوا ان اي هزة في ثقاتكو في نفسكو استعيدوا نشاطكو جايلكو فلوس حلوة جدا الفترة الجاية حتى لو فيه ازمة ما تدامش مشكلة حاول ان انت تقرر انت عايز مين عايز اقولك ان حبيبك يا برج الميزان او البورتنر بتاعك بيرقبك في صمت مع ان هو زعلان منك وهو مداء منك وحسس ان علاقتكو فيها مشكلة او فيها عدم انسجام حالي بس هو يعني بيرقبك هو شخص على فكرة هادي شخص شخص متحرك على فكرة هو شخص اكتف جدا وهو بيحبك بس هو فيه طاقة غضب او هو مداء منك فحاولت تشوف فيه ايه المشكلة وزي ما قلت لو انت محترفة لما بين شخصين حاول تقرر انت عايز ايه انه واضح كده في قراءة برج الميزان ان فيه طرف تالب في العلاقات العاطفية بتاعته بشكركو يا برج الميزان خلي بالكو من نفسكو بس اهتموا بالعيلة انا شايفة ممكن يكون عندك تقصير في العيلة او زهر في العيلة شوف عالتك ايه المشكلة فيها حاول تقضي وقت اكتر مع عالتك ومع اصدقائك لان انا كنت شايفة من برج الميزان الفترة اللي فاتت كان مشغول جدا كان اهم اكتر اهتماماته يعني اكتر بصراحة فلوس اكتر او كان اكتر اهتماماته فلوس يعني ماديا بحاول انت تظبط اهتماماتك يا برج الميزان ركز في مستقبلك حتى لو عندك دروب عادي جدا كلنا بنقا انت برج قوي برج راسي برج بتعرف ازاي تقوم فانا مشغلان عليكم خلص يا برج الميزان شكرون بيج هارت بحبكو قلولي القراءة دي بتتطفق معاكو ولا لا وتنسوش تتابعوني على الساعة الميديا وحسب لكو فيديوز حلو جدا هتأجبكو فوق هنا اتفرق عليها تانكيو باي باي ماس